موسيقى هذه الزيارة ديالسيد العامل مشكور والوفد المرافق له لتتجيه في إطار تتبع ومواكبة أنشطة مركز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة لتتشرف عليها طبعا جمعية الأمل المعاقين بطاطا في الحق هذه الزيارة بالمناسبة ديالها تنتقدم الشكر الجزير للسيد العامل والسلطات المحلية والإقليمية السادة الرؤساء الرئيس المجلس الإقليمي السيد الرئيس المجلس البلدي والسادة الرؤساء المصالح الخارجية بدون استثناء هذه الزيارة في الحقال التي تتجيه للوقوف على أعمال وأنشطة المركز هذا المركز في الحقال التي تضم مجموعة من البرامج وأهمها برنامج دعم تمنطر الأشخاص في وضعية إعاقة بشراكة مع التعاون الوطني هذا البرنامج التي تضم ثلاث محاور أساسية المحور الأول المتعلق بالجناح شبه الطبي التي تضم الترويذ الطبي الترويذ لحس الحركة وترويذ النطق وكاين الجناح المتعلق بالتربية الخاصة التي تضم حتى هو ثلاثات الورشات أساسية في هذا المجال وبالإضافة إلى ورشة هذه المعانين التي تضم ورشة الخياطة إذن بالنسبة للمركز الإدماج للأشخاص في وضعية إعاقة يعتبر معلمة حقيقية في الحق وفي تعزيز البنية التحتية والبنية الاستقبال وبنية الاهتمام بالأشخاص في وضعية إعاقة بهذا الطاقة ودليل كما قلت على العناية والمكانة ديال القضايا للأشخاص في وضعية إعاقة في المنظومة وديال القضايا المحلية والإقليمية هذا المركز في الحق الذي تعتبره قل عليه التواصل مع المحيد للتواصل مع الأشخاص في وضعية إعاقة للتواصل مع الأسل الأشخاص في وضعية إعاقة تعتبره هذا المركز في الحق من بين من بين الأمور التي ستحفز الجمعية للعمل أكثر وتنتمنوا في الحقيقة نسخ هذه التجربة ديال المركز لتشمل والتعمل الفائدة دياله لأشخاص فوضعية عقا على مستوى إقليم تطا ككل لا تنسوا اشتركوا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد